السلام عليكم ورحبا بكم أخوتي في قناتنا رياضيام مرحبا بكم نزابوني تانا مرحبا بكم ناس لجياسك إن شاء الله تكونوا بألف خير مع أخبار شبيبات القبال تجور مع كريم زياني اليوم راه في تصريح له هذه أخبار منقولة فقط ولكم التعليق نبدأ وشقى الأول نقطة قالها زياني على المشؤوشين ترك الفريق يعمل لا يمكن تغيير كل شيء في شهرين النقطة الثانية نملك لاعبين جيدين يعملون بجدية كبيرة نقطة الثالثة مشكلنا الوحيد حاليا في الفريق هو عدم الانسجام نقطة الرابعة عندما جئنا وجدنا الفريق يسير بطريقة هاوية نقطة الخامسة كان على السوية المغادرة لزفاف ابنه وفي تونس على الوالد يمضى على أقد الزواج في تونس عندما الوالد يمضي على أقد الزواج والذين نقطة السادسة والله ملمش الذين ينتقلون هنا وراء صفحة الفيسبوك لا يمكنهم التأثير علينا النقطة السابعة الإدارة الجديدة تقوم بإصلاح ما أفسده السابقين نقطة الخامسة انتقادي مع بعض الأشخاص في الفيسبوك مبرمج يعني من نواحي باريس اسم يتهم جمعالي انتقضوه رغم من باريس هذه مبرمجة وعلى الأنصار مساعدة الفريق أما المشوشين لا نريدهم عندما يعودوا الفريق إلى سكة الانتصارات إن شاء الله يا ربي انتصارات المهم هذا واش تصريح كريم زياني تقريب يعني سمت سمت ومبعد انتق وصرح بتصريح لكم التعليق عليه هذا التصريح كان على بل الكثير ربما قد يوافقون زياني في رأيه هذا هو اليوم زياني قال لك وما كان زياني أو زياني غايب ورح زياني ينفع دي كومنتارك تقريب زياني يرد على بعض سرت المشاكل اللي صرت هذه في الأسبوعين هذه خلال الأسبوعين هذه سرت على سويح رأه رد على جماعة اللي قالتك سويح رأه لزيفة في ابنه ترك الفريق ومجمعة الثانية ربما هو كل واحد رأيه وانا ما شك قاعد نقول لك انا اني مديت رأي انا اني مديت احترأي لكم حرية التعبير ولك انه هو من حق الدفاع على فريق اللي قاعد يعمل فيه المهم لغم انه لا يوجد هناك اعلام لتنوير لتنوير الفريق بمشاكله وب اخباره الجديدة بمسجدات الفريق اليوم زياني يخرج وكان هو المسؤول للإعلام واجاوب على بعض الاسئلة وكان منها المشاكل اللي قادت دور هذه في الشبيبة وعلى بعض المشوش اللي يقول لك هو يقول لك بعض المشوشين رد عليهم هو اليوم وراح مام حتى البعيد قال لك لا نريدكم عندما يعود الفريق الى السكة بعد مام كبه اسما هو متكهن عنده في مخب اللي يراه الفريق رح ينجح وراح يعود هدو اللي قاعدين ينتقدوا رح يرجع الفريق عندما ينتصر تاني ايضا شي اللي الفت انتباهي انه قال لك اشخاص اللي اسم مام من فرنسا من باريس كان يجمع قادتنا ورد عليهم هذا فقط هذا هو الفيديو تاني اليوم من تصريحات زياني هذا هو رح ندري الفيديو اليوم بعد ان شاء الله الى وصول اللاعبين وراح نحكي على وصول اللاعبين ان شاء الله ليوصلوا بسلامة ونحكي على ابو عليها الاخري قال لي على ابو عليها ونحكي على ابو عليها ما تنسوش بارتاجي وشمع كومنتيونا سلام